بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد مشاهدي الكرام والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم في هذا البرنامج المبارك وصلنا بحمد الله إلى سورة النساء السورة التي تحدثت عن العدل والرحمة في المجتمع الصغير الذي هو الأسرة والكبير الذي هو الأمة والأكبر الذي هو الإنسانية كلها إنها السورة التي بدأت برجل واحد بنفس واحدة لتنتهي برجال كثير ونساء كثير والعلاقة بين الواحد وبين الواحد معه وبين الواحد وبين الجماعة معه وبين الواحد وبين القبيلة معه وبين الواحد وبين الأمة معه وبين الواحد وبين العالم كله من حوله إنها سورة النساء ويا عجبا كيف سميت بسورة النساء ولماذا سميت بسورة النساء مع أن الرجال لهم حظ فيها الرجال نصيب مما كسر ولأن أول ما افتتحت به رجل النفس الأولى التي في الآية هي نفس آدم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها حوى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا لما كان الرجل أصل للمرأة خلقت منه كانت المرأة أيضا أصل للرجل خلق منها و جعل الله الناس في الخلق على أربعة أقسام قسم الأول من خلقه الله من تراب لا ذكر ولا أنذى وهو آدم واحد الثاني من خلقه الله من عظم لا تراب ولا ماء وهي حوى واحد من ضلع أعوج القسم الثالث من خلق من ماء من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وهم سائر الناس ما عدا واحد وهو عيسى وهو القسم الرابع ومن نظر في هذا التقسيم وجد العدل في التقسيم إذا كانت حوى أنثى وأصلها رجل فإن عيسى رجل وأصله مريم أنثى هنا مع آدم الرجل أصل للمرأة وهنا مع عيسى أو مع مريم المرأة أصل للرجل وبينهما رجالا كثيرا ونساء كثيرا جعل الله عز وجل الأصل من الزوجين بث منهما فجعل الله الحالات النادرة غير المتكررة ثلاث والمتكرر واحد حالة الأولى آدم حالة الثانية حوى حالة الثالثة عيسى بن مريم طيب لو سألتكم آدم ابن من؟ آدم ابن الأرض والأرض أنثى فرجع الذكر للأنثى طيب الأرض من أين؟ من الماء والماء مذكر فرجعت الأنثى للذكر وحتى لا يختلف الذكر والأنثى أيهما الأول جعل الله آدم من طين من ماء وتراب اجتمعا وتساويا فكأن التراب أمه والماء أبوه وجعل الله سبحانه وتعالى في عباداتنا اليومية تذكير بالأصل فقدم الماء على التراب فإذا وجدت الماء توضعت وقمت للصلاة والماء الذي تضعوه في يدك وتغتسل به يذكرك بأصلك لا تنسى يا ابن آدم أنك خلقت من الماء به حياتك به عبادتك به طهارتك فهذا الماء أول شيء تضع في يدك بعدما تغسل يدك تضع في يدك وتنظر ثم في فمك لتنظر الطعم ثم تستنشق لتنظر الرائحة ثم بعدما تعلم أن اللون وقد نظرت إليه صافي والطعم غير متغير والريح مع السنشاق غير متغير بعد ذلك تبدأ تغسل وجهك لأن الوجه هو أشرف شيء في ابن آدم لأن الله شق وجه آدم وأجوها بنيه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ثم تغسل من فاقيك وتمسع برأسك إلى آخر رضو تذكرا بالأصل فإذا لم تجد الماء ترجع للأصل الثاني وهو التراب أصل الثاني بعد الماء وهو التراب فأنت الآن أنا وأنت وكل المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات من ماء إذن الماء الأقرب لنا فإذا لم نجده ننتقل للأصل الذي بعده وهو التراب فكل الناس من التراب خلقوا وإلى التراب يرجعون لماذا لأن التراب نفسها هي التي خلق الماء منها أخرج منها ماءها ومرعاها فأكلت من مرعاها وشربت من مائها فنبت جسدك هذا منها فهي أحق به بعد موتك يرجع إليها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى على ذلك جاءت البداية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولو نظرنا إلى الآية الأولى بالأمر بنداء الناس النداء الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وهذه الآية فاتحة سورة النساء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها لو قارننا بين الآيتين نجد ثمة فرق والآية الأولى فيها ذكر الآباء والأجداد إلى آدم لكن الآية الثانية فيها ذكر آدم فقط الآية الأولى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم انطلقت الآية منك ثم أبيك ثم جدك ثم جد ثم إلى آخر حتى تصل آدم هذا النداء الأول تقول ربكم الذي خلقكم أنتم من نفس الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى آدم الآية الثانية آية النساء لا بدأت من أعلى من آدم ونزلت إلى أن وصلت إليك وهكذا النسب وهكذا الناس في تعارفهم في تعارفهم إما أن يبدأ من الأسفل إلى الأعلى أو يبدأ من الأعلى إلى الأسفل مثال فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان هذا بدأ من الأسفل إلى الأعلى طيب والعكس أبو فلان بدأ من الأعلى إلى الأسفل وهنا في هذه الآية بدأ الله عز وجل بذكر الأب الذي انتشر منه الخلق وهنا يبين لنا أهمية التعارف وأهمية علم الأنساب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فلا بد من معرفة النسب أنت ابن من؟ ومن عندك من الأقارب من جهة أبيك؟ ومن عندك من الأقارب من جهة أمك؟ لأن هذه وصية الله وأقرب الأقربين منك أمك التي حملتك ثم والدك الذي كان قد حملك قبل أمك اختصم رجل وزوجته إلى أحد القضاء في ولد جاءت الأم تريد أن تأخذ الولد إليها وتقول أمام القاضي أيها القاضي أنا أم وأنا حق بولدي منه قد حملته تسعة أشهر ووضعته فأنا حق به فقال القاضي للأب وأنت ما دعواك؟ قال أيها القاضي قد حملته أنا قبل أن تحمله هي هي حملة سعة أشهر وأنا حملته سنين فأنا أولى بولدي فقال القاضي للمرأة وأنت ماذا تقولين؟ قالت أيها القاضي قد حمله خفيفاً وحملته ثقيلاً وضعه بشهوة ووضعته بكره فقال القاضي قد غلبت حجتك حجته لهذا لما ذكر الله عز وجل النفس الأولى نفس آدم قال تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها هنا يتساءل بعض يقول لماذا لم يخلق الله عز وجل لآدم إلا امرأة وحدة ومادام المرأة خلقت من الأضلاع الأضلاع كثر ممكن امرأتين ضلع من اليمين وضلع من اليسار وتكون حوائين لماذا؟ لم تخلق إلا واحدة ولو كان ربنا سبحانه وتعالى خلق لآدم حوائين كم يكون عدد الخلق اليوم؟ كم يكون عدد البشر إلا كانت وحدة؟ والله عز وجل قال بثت منهما رجالا كثيرا ونساء فكيف لو ذنتين عنده كم سيكون عدد الخلق؟ ولكن كانت البداية من زوجين اثنين وهذا العصر ثم إن حواء من آدم شزء منه ودخلت معه الجنة كن أنت وزوجك الجنة وهبطت معه الدنيا إلى الدنيا إلى الأرض وحملت وولدت ولو كان ذمة إمرأة أخرى ربما لتآخرت في الجنة ربما لكانت هناك مشكلة لآدم في العدل لكن واحدة وينزل وتنزل معه لتكون هي المخلوقة الوحيدة التي خلقت من حي وذلك سميت حواء ولم تخلق في الرحم لأن آدم ليس له رحم بينما عيسى خلق في الرحم ولو كان من غير أب لبيان حكمة الله وقدرته وأن الذي خلق ذكر من الأنثى والأنثى من الذكر ومن الذكر والأنثى رجالا كثيرا نساء على كل شيء قدير فاصل ونواصل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم ما بعد أحبتي في الله ومشاهدي الكرام سورة النساء سورة الرحمة سورة العطف سورة الحنان تناسب النساء وتناسب الرحمة بالنساء ولذلك ذكر فيها المستضعفون ذكر فيها اليتامة وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إذا ذكرت الرحمة والشفقة والحنان والإحسان جاء بالمرأة لأنها قمة ذلك وإذا ذكر الجهاد والقتال والضرب والمضاربة والحجج والكلام جاء بالرجال لأنهم الأنسب لذلك فكانت سورة النساء سورة الرحمة سورة العدل سورة النظر إلى أحوال الناس من هنا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الرحم قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وهذه مقدمة للأحكام العظيمة التي ستأتي في ثنايا السورة فمن ذلك أحكام المراث رجالا كثيرا ونساء يموت من الرجال ويموت من النساء ماذا يريث الرجال وماذا يريث النساء وبعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا الأرحام الأرحام جمع رحم والرحم يطلق على مكان خلقة الولد حل ما يخلق الولد سمي رحما وهذا الرحم الذي يخلق فيه الولد وطلق عليه هذا الاسم لبيان غاية رحمة الله سبحانه وتعالى بمن فيه وضعف من فيه فبدايتك أيها الإنسان نطفة والنطفة هذه الماء الدافق الذي يخرج وقت الشهوة هذا كل دفقة منه تحمل ملايين الحيوانات المنوية كل حيوان أضعف من الآخر فهذا المكان إيواء مكان رحمة تنزل إليه البويضة ويأتي الحيوان المنوي تتسابق تلك الحيوانات إلى البويضة فالواحد منها يلقح البويضة والباقي يموت رحمة بالواحد هذا فيكون غذاء له ثم أربعين يوما لا قرار ثم تأتي الرحمة ليكون علقة أربعين يوما علقة ثم تأتي رحمة أخرى ليكون مضغة ثم أربعين يوم مضغة ثم رحمة أخرى ليكون عظاما وعظام ثم رحمة أخرى لتكسل عظام لحما ثم لحما على العظم بلا جلد ثم رحمة ليكسل جلد ليكسل اللحم جلدا ثم رحمة لتشق في الجلد عروقا ثم رحمة لتسل في العروق دماءا وغير ذلك حتى تأتي الرحمة بنفخ الروح فيه والرحمة بكتابة أجله وعمله وشقي أو سعيد ثم آخر شيء الرحمة بإخراجه من هذا المضيق الذي هو فيه بإلهامه طريقة الخروج فإذا كان رأسه إلى أعلى ينكس رأسه ويضرب على بوابة الرحم حتى يهديه الله عز وجل سبيل الخروج ويعينه عليه ولهذا قال ثم السبيل يسره سبيل الخروج من باطن الأم يسره فلما خرج إلى الدنيا من هذا السبيل الضيق إلى به يخرج الله عز وجل له أيضا رزقا من نفس الأم التي كانت تحمله من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فالرحمة كانت معه في بطن أمه وهي معه في حال الرضاعة والوالدات يرضعنا ولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك هذه بداية الحياة يعني الاجتماعية أو الأسرية التي يكون فيها الطفل من بداية تكوينه إلى بداية نشأته ضعيفا يحتاج إلى رحمة فمن يرحمه بالدرجة الأولى بعد الله سبحانه وتعالى الأم ثم الأب يقس من أجل الرحمة أيضا قسى ليزدجر ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه ويشو ناشو الفتيان منا على ما كان عوده أبوه تأتي سورة النساء لتحل المشاكل العالقة التي كانت في المجتمع الجاهلي فكان في المجتمع الجاهلي إذا مات الميت حرم النساء من المراث وحرم الأطفال من المراث وأخذه إخوان الميت العمام وأبوه وهكذا فالنساء مصطعفات لا يعطون مهرا ولا يعطينا أيضا من المراث آبائهم ولا أزواجهم شيئا فجاء القرآن مدافعا عن المرأة مذبتا لها حقها للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فرضه الله فرضا ولذلك أصبح هذا العلم يسمى علم الفرائض الفرائض يعني فرضها الله فرض الشيء إذا أوجبه وجعله فريضة لا يجوز تركه ولا يجوز تغييره ولا يجوز تبديله وجعل الله من ضمن الأرحام أهل الفرائض ثم العصب بعد ذلك ثم أهل الرحم وولو الأرحام بعضهم أو لا ببعض في كتاب الله يوم خلق السماء نعم إلى غير ذلك فعلى هذا جاءت السورة أيضا مبينة كيف يكون المجتمع في حال الأزمات عندما تقع أزمة في المجتمع الإسلامي فيقتل مقتلة من الرجال في الجيش مثلا ويكثر النساء فكيف تعالج هذه القضية مثل الآن الحروب الآن الطاحنة التي تقوم بين الدول قد تضرب الدولة أخرى بسلاح كيماوي أو بسلاح مميت فيكثر القتل في الرجال ويبقى النساء يعني مرملات ويبقى يتيمات في المجتمع عندئذ جاءت تشريع الإسلامي بحل هذه المشكلة وهي أن يفتح الباب للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة ولكن بشرط العدل بين أزواج كيحو ما طاب لكم من النساء مثنى يعني ثمتين وثلاثة يعني ثلاثة ورباع بس وهناك وهناك بعض من فهموا فهما مخالفا للسنة وقالوا إن الله عز وجل شرع في هذه الآية تسعة لأن مثنى سنتين وواو العطف يدل على أن المعطوف مغاير وثلاثة تكون اثنتين زايد ثلاثة تساوي خمسة ورباع يعني وزايد أربعة تكون تسعة وجاء الطائفة أخرى غالت أكثر من ذلك وقالوا قد أباح الله ثمانية عشر مرة كيف قلنا قالوا مثنى يعني ثنتين وثنتين وتكون أربعة وهي أقل شيء من مثنى لأن الفرق بين اثنين ومثنى أن مثنى تفيد التعدد واثنين بس من غير تعدد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وثلاث يعني ستة فما فوق ورباع يعني ثمانية فما فوق فإذا كانت مذنى تساوي أربعة وثلاثة تساوي ستة ورباع تساوي ثمانية فهذه ثمانية عشر مرأة وهذا كلام باطل لكن يجوز لك أن تتزوج ما تشاء من النساء كحو ما طاب لكم من النساء لكن لا يزيد في ذمتك على أربعة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العدلة في الرعية والقسمة بالسوية والنجاة من النار والفوز بالجنة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا